وعندنا في الفقرة الأخيرة كيف نقف اضطرارا أو اختبارا على الكلمات التالية أول كلمة عندنا القدس وأيدناه بروح القدس فكيف نقف على هذه الكلمة لاحظوا إخواني سنقف على سين ساكنة ولكن قبل أن نقف على السين لابد لنا من أن ننتبه إلى ضمة الدال فنقول دال ضمة دو القدس ولا نقول القدس إنما بضم الدال إتمام الضم القدس كما قال الإمام الطبي وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم القدس هكذا طبعا نعطي السين حقها من الرخاوة ومن الصفير نعم والهمس كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى أشد ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب كيف نقف اضطرارا أو اختبارا على هذه الكلمة فكما تلاحظون هذه الدال مشددة فإذا وقفنا عليها لابد من أن نقلق لها فنقول بهذا شكل أشد د أشد أشد لماذا؟ نحن نقلق له الحرف الثاني يعني نقلق له الدال المكسورة وأما الدال الساكنة فهي تخرج بتصادم عضوين نطق هكذا أشد هذه الدال الأولى د هذه قلقلة للدال الثانية أشد أشد هكذا ولا نقول ولا نقول لاحظوا أشد فهنا قلقلنا الدال صحيح قلقلنا الدال لكن سقط من نطقنا حرف والدال الساكنة فلابد أولا من أن ننطق الدال الساكنة ثم نقلق له الدال الثانية أشد أيضا عندنا وقف هنا وقالوا قلوبنا غلف فعندنا وقف على كلمة غلف ففي الوقف سنقف على الفاء الساكنة والفاء رخوة فلابد من إعطائها زمنا طويلا نسبيا وعندنا اللامبينية فلابد من إعطائها زمنا وسطا كيف يكون ذلك؟ هكذا وقالوا قلوبنا غلف غلف مرة أخرى وقالوا قلوبنا غلف غلف هكذا